اشتركوا في القناة ثلاث ضباط مراقبين هذا حسب غانون درع الجزيرة غانون درع الجزيرة يلزمنا بالمشاركة في دول المجلس انت عارف احنا هالمرة تحفظنا وما شاركنا مكالمات مسجلة مدوية فجأت كل اذن سمعت ولو انه لم يكن هناك عنصر مفاجأة سوى ان هذا التسجيل الصوتي يسمعه الملأ للمرة الاولى والذي انفرد فيه تلفزيون البحرين مكالمة ادانت اطرافها من افواههم وكانت بين حمد العطية مستشار امير قطر لشؤون الفوضى ربما وفي الطرف الاخر الارهابي البحريني حسن سلطان ولكن من هو حمد العطية الذي تآمر على البحرين يعتبر العقل المدبر ويطلقون عليه اهل قطر الامير الذي لم يبايعه احد وقد عين مستشارا خاصا للامير بدرجة وزير في يونيو 2013 وكان ذلك نظير تنفيذه لخطة الامير الاب في اجبار التجار على التنازل في بيع محلاتهم التجارية في سوق واقف دهية سوق واقف انتقل من شؤون سوقه الى شؤون الدول في مهمة اكبر من شأنه بكثير فقد تسبب باشعال فتيل ازمة بين قطر ودول الخليج في عام 2013 وذلك ما دفع دول الخليج بمطالبة الدوحة بالتوقيع على اتفاق يلزمها بعدم التدخل في شؤون دول المجلس وما دفع دول المجلس ايضا لسحب سفرائها من الدوحة في الخامس من شهر مارس عام 2014 دهية سوق واقف لربما اراد ان يساوي اخاه في العبث والخبث فمن سوء الطالع او هكذا يبدو ان اخاه هو الارهابي عبدالعزيز العطية والمدرج في قائمة بيان الدول الاربع والمتورط في عملية تمويل لجماعات ارهابية تقاتل في سوريا تحت قطاء جمعيات انسانية حمد العطية او راسم السياسة الخارجية لم يوفق على ما يبدو بمخططاته الخارجية سوى انه كان مرآة لتوجه النظام القطري بدعم الارهاب اينما كان واثبت بمكالماته ما كانت تنفيه قطر دائما بانها وقناة الجزيرة وجهاني لعملة الفوضى ترجمة نانسي قنقر